بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم عن شخصية مميزة جدا حلقة اليوم عن أبو الهندسة الوراثية في مصر والعالم العرم حلقة اليوم عن عالم وباحث عن شاعر مبدع عن أديب متمكن صدر له العديد من الكتب في مجالات الأدبية والشاعر وكذالها في عالم الهندسة الوراثية حلقة اليوم عن مترجم رفيع المستوى لهباع كبير في ترجمة العديد من الكتب العلمية والأدبية وقبل هذا وذلك كان رجلا متميزا بالتواضع والحياء ورهافة الحس حلقة اليوم عن العالم الدكتور أحمد مستجير أبو الهندسة الوراثية في مصر والعالم العرمي قبل البدء في هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولد الدكتور أحمد مستجير في قرية الصلاحات بالقرب من مدينة المنصورة في ديسمبر سنة 1934 حصل على بكالولوس الزراع من جامعة القاهرة سنة 54 ثم حصل على الماجستير ودبلوم وراسة الحيوان وكذلك الدكتوراه من جامعة أدنبرة بيسكوتلندا ونظرا لتفوقه عرض عليه العمل هناك ولكنه رفض وفضل العودة والعمل بجامعة القاهرة وبالفعل عمل مدرسا بكلية الزراعة ثم أستاذا مساعدا ثم أستاذا ثم عميدا لكلية الزراعة جامعة القاهرة وقد كان الدكتور أحمد مستجير متعدد المواهب والإبداعات ولذلك حرصت العديد من الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية على أن يجعلوه عضوا بها فكان عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة وعضوا بالمجمع العلمي وعضوا بالتحاد كتاب مصر وعضوا بلجنة العربي أزرعي وعضوا بالجمعية المصرية للعلوم الورثية وغيرها من الهيئات والجمعيات وكانت مؤلفاته في شتى المجالات تعد بمسابة مرجعيات علمية وثقافية ولو تم استغلال وتطبيق أفكاره وأبحاثه وتجاربه لأمكن استثمارها في تنمية وتقدم الشعب المصري والعربي كله والأبحاث التي حاول تجربتها بنفسه وأظهرت نتائج أبهرة الجميع في وقتها كانت أبحاثه في انتاج سلالات جديدة مهجنة من القمح والزرع والأرز على أن يتم ريها باستخدام المياه المالحة أي مياه البحر المالحة بدلا من المياه العزمة وقد جاءت هذه الفكرة حينما مر يوما بالملاحات وهو في طريقه من القاهرة للأسكندرية ورأى يومها مساحات شاسعة من نباتات البوص الغاب وهي تنمو بداخل هذه الملاحات وتعجب وقتها لأن مياه الملاحات مالحة إلى درجة كبيرة فكيف أنها تروي هذه النباتات ففكر من وقتها في كيفية انتاج سلالات مهجنة من القمح والغاب معا وسلالات مهجنة من الزرع والغاب وسلالات مهجنة من الأرز والغاب وبالفعل قام باستئجار أربعة أفدنة من الأرض المالحة في محافظة الفيوم وقام بتجربة زراعة السلالات المهجنة الجديدة في هذه الأرض التي كانت تروى بالمياه المالحة وكانت المفاجأة المزهلة أن هذه السلالات الجديدة المهجنة تحملت الملوحة والجفاف وأنتجت انتاجا كبيرا من حبوب المحاصيل ولم تؤثر المياه المالحة على طعمها وقتها فكر في إعادة هذه التجارب على السلالات المهجنة الجديدة على مساحات أكبر من الأراضي التي تروى بالمياه المالحة ولكن وللأسف الشديد توقفت كل هذه التجارب نظرا لوفاة الدكتور أحمد مستجير في أغسطس سنة 2006 حيث توفي رحمه الله في أحد مستشفيات النمسا بعد إصابته بجلطة في المخ والغريب أن وزارة الزراع المصرية التي كانت على علم بتجاربه في ذلك الوقت لم تفكر في استثمار تجاربه وأبحاثه واستثمارها واعتبارها مشروعا قوميا يتم تعميمه وتطبيقه في مصر على نطاق واسم والأغرب من ذلك أن دولة الهند والتي يقارب عدد سكانها على المليار وربعمائة مليون نسمة قد استعانت بأفكار دكتور أحمد مستجير وطبقتها واستفادت منها وأصبحت تزرع القمح باستخدام مياه البحر المالحة أصبحت من الدول المصدرة للقمح بعد أن كانت من أكبر الدول التي تستورده يحدث هذا بينما لا يشغلنا نحن هذا الأمر ولا نأبه له رغم امتلاكنا مساحات شاسعة تقدر بملايين الأفدنة الصحراوية والقابلة للتطبيق أفكار وإنجازات الدكتور أحمد مستجير رحم الله الدكتور أحمد مستجير صاحب الأفكار والتي لم يكتفي بكونها أفكار فقط بل قام بتطبيق أبحاثه والنجاح بها رحم الله صاحب الأفكار التي لم تستخدم والتي قد تخرج البلاد والعباد من دائرة الجوع وقلة المحاصيل إلى دائرة الرخاء رحم الله دكتور أحمد مستجير العالم الفز برجاء التكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى